مشاهدين الكرام تطل قبة الصخرة من هذا المكان ليس من مدينة القدس إنما للأسف من ضواحيها هذه القبة الشاخصة التي الآن تطل على بلدات القدس أبوديس، العزرية، السواحرة، الزعيم أربعة بلدات من ضواحي القدس يفصل هذا الجدار عن المدينة يخرج أكثر من 150 ألف فلسطيني عن مدينة القدس هذا العلم الإسرائيلي الذي تشاهدونه الآن الذي أعطى علامة الانفكاك لهذه البلدات عن مدينة القدس في هذا المكان الذي نقف فيه بلدة أبوديس الذي أعلن ترامب في صفقة القرن بأنه هو العاصمة البديلة لمأوى قبة الصخرة بالإضافة إلى مسجدها في هذا المكان هنا أهالي هذه البلدة بلدة أبوديس الذين جاءوا للتعبير عن آرائهم بعد أن سمعوا ما قاله ترامب حول تحويل هذا المكان وهذه البلدة كي تكون العاصمة هنا السلطة الفلسطينية على بعد مئة متر من هنا بنت في العام 2003 تقريباً المجلس التشريعي ليكون إطلالة الدولة القادمة عام 1967 هنا التي ترتبط هذه الأراضي مع مدينة القدس لكن جاء الجدار فكسر الحلم وكسر إمكانية قيام الدولة هنا سنأخذ الآراء نأخذ آراء أهل أبوديس ماذا يقولون عن هذا التحويل الذي أرادته الإرادة الأمريكية ما بين قوسين لتحويل مكانهم إلى العاصمة السلام عليكم عرفنا حالك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ أمران وراد أبو معن من أبوديس يعني قبل أن ندخل في مشاكل أبوديس أنت الآن تطل على قبة الصخرة تقريباً نحن نحكي عن كيلو هوائه عندما تنظر إليها ولا تستطيع الوصول كيف تعبر عن المشاعر؟ والله المشاعر مؤلمة جداً إننا نحرم من هذه يعني من مدينتنا أن نحرم من القدس ومن الأقصى ومن قبة الصخرة معنا كمعظم اليوم أو معظم الأيام كنا نصلي في هذا المسجد كنا نزور القدس مرة ومرتين في اليوم ونحن الآن ممنوعون من فترة طويلة أن نتخطى هذا الحاجز أو هذا الجدار اللعين الذي فصل بيننا وبين مدينتنا وبيننا وبين أقصانا وقدسنا مشاعر يعني لا توصف من الألم والحزن أن نفصل ونمنع عن مدينتنا وعن أقصانا وعن مسجدنا شخ عمران ترامب في صفقة القرن قال بأن هذه المساحات التي تشاهدونها الآن قد تكون العاصمة البديلة يعني أنتوا الآن تأخذون صفة العاصمة بدل القدس يعني ألا يرضيكم ذلك؟ لا بديل عن القدس ولا بديل عن الأقصى كل الأرض لا نبدلها أو نستبدلها بمدينة القدس ومسجد الأقصى شو ما قالت ترامب أو نتنياهو يريحوا حالهم لا نقبل بديلا عن القدس أبدا 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 نحن سمعنا بعض وزراء الخارجية العرب بالإضافة إلى سفراء من الإمارات بالإضافة إلى عمان والبحرين تحدثوا عن رضاهم عن صفقة القرن العرب يباركون بعض الأنظمة يعني كيف يمكن أن تكون رسالتكم مخالفة لما يقولوا أو تقولوا بعد الأنظمة؟ ليس لأحد الحق أن يعطي مدينتنا أو قدسنا لليهود أو لغير اليهود ليس لأحد عربي أو غير عربي إسلامي أو غير إسلامي لا يحق لأي إنسان أن يعطي أرضنا لغيرنا هذه القدس قدسنا والأقصى أقصانا ولا يحق للترامب ولا لغير الترامب أن يأخذها منا أو شيء مهما طال الزمن ومهما قصر هي لنا أما الذين تعاونوا أو باركوا هذه الصفقة فنحن بريئون منهم وسيأتي يوم يحاسبون على هالذي عملوا موقف وزراء خارجية العرب في الاجتماع رفضوا تمرير صفقة القرن واعتبروا أن ذلك انتقاصا لحق الشعب الفلسطيني في تحقيق دولة عاصمتها القدس لكن من يقرأ بنود صفقة القرن قالوا أنه بالإمكان أن يفتح لكم طريق من هنا تصلون فيه بالإذن الإسرائيلي إلى المسجد الأقصى ثم تصلون وتعودون يعني ألا يمكن أن يكون هذا حل ممكن مرضي لكم من ضمن الكلام اللي حكاة ترامب أنا سمعته عن الصفقة وحكاة نتنياهو عقب عليه أنه بس الناس المؤدبيين اللي ما بيسووا مشاكل هم اللي بيصلوا في الأقصى يعني بدي يستثني 95% من الشعب الفلسطيني و5% اللي على مزاجهم هم اللي بدخلوا يصلوا يعني لا فيه حرية عبادة ولا مسموح لك تصل يعني أنا من الناس اللي صار الممنوع فوق العشرين سنة ما دخلت الأقصى يعني جميع المحسين برجعوني رغم سني ورغم وضعي نعم أشكرك شيخ عمران نحاول أن نأخذ حاج آخر له من الذكريات التي كانت حاضرة أو حتى من جيل الشباب بالمناسبة ونحن نعد لخروج هذا المباشر أن يكون المعد فلسطيني من مدينة صفد يتابع صورة المسجد الأقصى من مخيم اليرموك وكأنه ارتباط للفلسطيني المهجر من اليرموك لا يرى القدس لا يرى موطنه أنت هنا يعني زي ما بقوله ضربة حجر وتصل وضيصل حجرك إلى مدينة القدس أنت الآن عندما تشاهد هذا المنع من الوصول فلسطيني في الشتات لا يمكن أن يصل إلى أرضه نحن نتواجد هنا لا يمكن أن نصل إلى القدس كيف يمكن أن تشرح معاناة الفلسطيني للعالم؟ معاناة الفلسطيني أينما يوجد فهو في حالة معاناة سواء في داخل فلسطين أو في الشتات فأنا أتكلم عن الداخل الفلسطيني نحن كداخل فلسطيني الإنسان عندما تكون على المعبر واقف ساعة أو ساعتين حتى تستطيع الوصول للصلاة في المسجد الأقصى فهذا شعور غريب أنه مهمل بحطه معوقات وأي شيء إلا أنك بدك تروح على المسجد الأقصى وتصلي في المسجد الأقصى كان لك قصة بأنك يوم من الأيام دخلت القدس تهريب ثم أصبحت ملاحقة وشو لي صار؟ يعني هذه قصة لما بلشوا في بناء الجدار في 2005 كنا صلينا في القدس وكان معناش تسريح فدخلنا فريد أن أدخل ما بين البلوكات تبعات البطن عشان ننازع لزقت شوي ولكن الحمد لله رب العالمين نفدنا يعني الفلسطيني يسعى دائما لوصول للقدس مئة في مئة يعني دائما فيه كلمة بالفلسطيني بقولوا لها الفلسطيني هم بتسلقوا هذا الجدار يعني هذا الجدار مشاهدين الكرام كان يتسلق عليه الفلسطيني بحبل وسلم ثم يقفز إلى الجهة الثانية كان يكون خاوة يعني هذه كلمة خاوة شو بتعني؟ يعني غسبا عن أي واحد أنا بدي أنزل أصلي في القدس مهما عملوا ومهما وضعوا جدران كاميرات مراقبة جنود ولكن أنا بدي أصل أصلي في القدس كانوا يعملوا سلالم يطلعوا على أحبال وينزلوا ويكون مطاردات مع الجيش الاحتلال ولكن كانوا يصلوا ويصلوا في القدس طب يعني بتفصال أبوديس عن مدينة القدس كيف نعكس عليكم ذلك؟ أنا أتكلم الآن كبلدية أبوديس هذا الانفصال أضر ببلدية أبوديس بين كافة النواحي سواء النواحي اقتصادية النواحي صحية نواحي دينية النواحي الاقتصادية أول شغل للنواحي الاقتصادية أن أبوديس كانت تعتمد على التجارة مع القدس لأن أبوديس معروفين عنهم بالزراعة الفلاحة وتربية المواشي فكان المنتوج الزراعي اللي يعملوه يقوم بتصديره إلى مدينة القدس لأنها كانت المدينة مركز المدينة يأخذ المنتوج تبعهم إلى مركز المدينة حتى المواشي كان يوم الجمعة سوق الجمعة كان موجود باب الإصباط وكانوا يأخذ المواشي تبعاتهم إلى سوق الجمعة من أجل بيع المواشي الشغل الثاني الشغلة الدينية الشغلة الدينية المسجد الأقصى مصر الرسول عليه الصلاة والسلام وأولى القبلتين موجود في القدس هذا من الناحية الدينية من الناحية الصحية منطقة جنوب الشرق التي نتكلم عنها التي عدد سكانها يناهز 150 ألف نسمة لا يوجد فيها أي مستشفى فكل التحويلات الطبية التي تتم في المنطقة تحول إلى مدينة القدس نتيجة للجدال الفصل العنصري وعمل التسريح وكان في بعض الناس في المنطقة تبعتنا بموتوا قبل ما يخرج التسريح من الاحتلال فكنا قديما نعتمد دقيقتين من هان دقيقتين هاي مستشفى المقاصد واضح ومستشفى المطلع واضح فكانت تأخذنا دقيقتين أن نصل للمستشفى فهذه الشغلات كلها الآن وجود الجدار فصل منطقتنا عن منطقة القدس لكن هناك لكم خبر تحدث به ترامب في صفقة القرن بأنه هناك لكم إشي مبشر يعني أنتوا ستتحولون هنا عاصمة سينقل لديكم مجلس الوزراء مستشفيات 50 مليار ستدفع في تنمية هذه الأراضي ألا يسركم ذلك؟ يعني أنا مش عارف ترامب من وين جابها دخليني أتكلم عن أبوديس مساحة أبوديس التاريخية 36 ألف ضنم مساحة أبوديس الآن ضمن المخطط الهيكلي لبلدية أبوديس هذه الثلاث مستونات بالإضافة لجدار الفصل العنصري الذي قيم على بلدة أبوديس بحدود 167 كيلومتر صادر مجموعة أراضي كبيرة من منطقة خلية عبد ومنطقة أم الزرازير كمنطقتين غربية الجدار هذه المنطقتين الجدار أخدهم منطقتين صغار بحدود 2500 ضنم في هذه الأشياء حكينا أنه 3600 ضنم وين بدك توجد الوزرات؟ وين بدك توجد المقار الوزارية؟ نحن بلد صغيرة جدا نحن ضاحية من ضواحي القدس نحن جزء لا يتجزأ من مدينة القدس ألا يصركم ما قالوا ترون؟ نحن نرفض هذا الأشي نرفض الكلام عن هذا الأشي لأننا لا نقوله أن القدس هي العاصمة أبوديس جزء من مدينة القدس أبوديس هي ضاحية من ضواحي القدس وهذا الموجود عندنا وكل الشعب الفلسطيني في الاتجاه هذا